بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مع درس جديد وهنتكلم النهاردة ان شاء الله عن مسألة الاناكاسات الاناكاس يا جماعة مش مجرد قيمة انت بتحطها في الرفلكشن او قيمة بتحطها في الرفلكشن جلوسنس الكلام ده ينفع لو انت مستعجل او عايز تعمل شغل سريع مفيش مشكلة لكن لو عايز توصل لواقعية كبيرة في التصميم بتاعك لازم تحاكي الخصائص الفيزيائية الحيائية للمادة اللي انت بتشتغل عليها مش مطلوب مننا ان احنا نكون مدرسين فيزياء يعني ما يخدكش عنوان الفيديو لكن المطلوب مننا ان احنا دايما يكون عندنا عين ساقبة دايما نتأمل في خواص الخامات اللي موجودة حوالينا نشوفها عاملت زي اول حاجة هنتكلم عنها هي مسألة بديهية جدا ومش تحتاج مننا عن مجهود يعني كل ما هيزيد العناكاس كل ما هيزيد تأثير الضوء على الجسم كل ما هيضيع منك لون الديفيوز خلينا نجرب الكلام ده يعني مثلا لو دخلت في الماتيريال خلينا نختار مثلا من بيري ماتيريال كده نختار اي لون نختار لون اسويت داكن كده عشان يبان معنا التأثير ده اكتر يعني وهطبقه على الجسم اللي موجود معنا ده بعد كده نعمل ريدر الخامل اللي احنا عملناه يا جماعة ما فيهاش اي نوع من انواع الانعكاسات كمان لون الديفيوز اللي احنا اختارناه لون اسويت غامق فعشان كده اللون بدأ يمتص الضوء وبدأ التفاصيل للمون الجسم زي ما احنا شايفين كده مش باينة خالص ده بسبب ان لون الجسم لون داكن بدأ يمتص الضوء وكمان ان ما فيش اي انعكاس على الجسم خلينا مثلا دلوقتي نعمل انعكاس بسيط للخامل اللي موجودة معنا يعني خلينا نعمل درجة الانعكاس كده ونخلي مثلا قيمة رفليكشن جلوسنس نخليها بوينت بوينت تمانية مثلا اي حاجة مش مشكلة بعد كده نعمل رندر زي ما احنا شايفين قدامنا يا جماعة دلوقتي بدأ الضوء يأثر بشكل كبير على الجسم بتاعي طالما فيه انعكاسات بدأت التفاصيل اللي موجودة فيه الجسم بدأت ان هي تبان بشكل افضل في الاول طبعا ما كناش شايفين كل التفاصيل اللي موجودة دي فدلوقتي يا جماعة اول قاعدة حرفناها ان كل ما بيزيد الانعكاس كل ما بيزيد تأثير الضوء على الجسم كل ما هيختفي معي او هيقل تأثير الدفيوز زي ما احنا شايفين كده الاماكن مثلا اللي فيها لما عندي هي اللون الاسود اللي موجود في الدفيوز بدأ ان هو يقل فيها بالشكل كبير وده طبعا طبيعي جدا لكن احيانا ممكن يعمل المشكلة احيانا بيكون عندي صورة مثلا في الدفيوز لما اجي اعمل رندر علي الصورة مش باينة بشكل كويس ده بسبب ان انا مش ضابط كويس كمية الانعكاسات اللي موجودة عندي في الجسم قد تكون كمية كبيرة وده ادى الى ان الصورة الموجودة في الدفيوز ان هي متظهرش بشكل كويس فدي اول قاعدة لازم نكون عارفينها ودي مسألة بسيطة جدا مش محتاجة مكهود الحاجة التانية بقى ودي اللي عايزك تركز معي فيها ان كمية الانعكاس بتزيد وتقل على حسب زوية رؤيتي يعني الاماكن اللي بتكون زوية رؤيتي متعمدة عليها بتكون نسبة الانعكاس فيها قليلة وكل ما الزوية ده تتغير تقل او تزيد كل ما نسبة الانعكاس تزيد هنشوف شوية صور كده عشان توضح لنا المسألة دي بشكل اكبر دي صورة من لعبة أساسنس كريت سينديكيت اللي نزلت من سنة تقريبا وللأسف يعني الحد الوقتي ملعبتها شو دي مسألة مشكلة كبيرة لكن ما علينا لو بصينا على المية اللي احنا شايفينها دي هلاقي اللي اناكاس ظاهر عليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده لكن تعالوا نشوف صورة تانية كده من نفس المكان لما ببص للمية اللي موجودة على الأرض دي من زاوية متعمدة هلاقي ان كمية الانعكاس بتقل بشكل كبير زي ما احنا شايفين كده اي نعم في الحقيقة يعني ما بتقلش او كده بالفكرة زي ما احنا شايفين كده لكن لما بنظر المية دي مثلا من زاوية متعمدة هلاقي الانعكاس بيقل تعالوا نشوف الصورة تانية الصورة دي مثلا دي صورة حقيقية شايفين في المكان ده كمية الانعكاس وليلة طبعا كمية الانعكاس اللي على الأرض كلها يعني يعتبر واحدة يعني ف محدش يقول لن المكان دا اصل مفهوش الناكاس لا هو فيه انكاس لكن عشان زاوية رؤييت كبيرة على المكان دا المسألة عالفكرة لست تعتمد على ال الأرب والبعد متأهلا تعتمد على زاوية الرؤية فالمكان دا لما زاوية رؤية عليها كبيرة فبدأ الانكاس يقل بالشكل اللي احنا شايفينه دا وكل ما بتقل الزاوية كل ما بيزيد الانكاس بالتدريج زي ما احنا شايفين في الصورة كده طيب خلينا دلوقتي نشوف احنا دلوقتي فهمنا المسألة ماشي ازاي فهمنا ان الانكاس بيزيد وقل على حسب زوية الرؤية طب ايه اللي يخدمني ان انا اعرف اطبق القاعدة دي احنا عندنا حاجة اسمها Fresnel Reflection طبعا كنين عارفينها هنرجع مرة تانية للخيمات دلوقتي احنا عارفين ان Fresnel Reflection بتعملي تأثير زي كده يعني Fresnel Reflection بيزود لي كمية الانكاس بشكل كبير على الحواف لكن افرد مثلا انا بشكل على خيمة ومش عايز اشغل فيه Fresnel Reflection وفي نفس الوقت عايز اطبق القاعدة اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي طبعا اللي يخدمنا قوي في المسألة دي اللي هي مابة الفول اوف يعني لو جينا هنا هنختار فول اوف ماب راح تفين ايه الفول اوف ماب كلنا عارفين ان الفول اوف ماب بتديني تدريجة ما بين الونين التدريجة دي بتعتمد على زوية الرؤية يعني المكان اللي زوية رؤيتها هتكون متعمدة عليه هيديني اللون الاسود والمكان اللي هيكون وكل ما هتقل الزاوية كل ما هيميل لللون الابيض تعالوا نحطها الاول في الدفيوز علشان نشوف هي بتطبق ازاي على الجسم خلونا دلوقتي نعمل رندر زي ما احنا شايفين قدامنا يا جماعة اللون الاسود بقى موجود على مكان اللي زوية رؤيته متعمدة عليه وكل ما بتقل الزاوية كل ما بيميل لللون الابيض زي ما احنا شايفين يبقى احنا كده خلاص عرفنا ايه هي الاداة اللي نقدر نزبط بيها قاعدة زي كده فاحنا كده عندنا الحرية الكافية ان انا احط كمية معينة من الانكاس في المكان اللي زوية رؤيته متعمدة عليه واحط كمية تانية في الزاوية المختلفة فمثلا خلينا نرجع مرة تانية عايزين ندخل على الرندر سيتوب هنا ونبدأ ان احنا نضيف ولا هي موجودة اصلا علشان نشوف الباص او الاليمنت الخاص بالانكاس عشان نتعرف اكتر على الانكاس ماشي معي ازاي حاجة هنا هارجعها مرة تانية في الرفلكشن ماب هنا طبعا اقدر احط هنا قيمة قيمة العنكاس اللي موجودة في زاوية رؤيته اللي زاوية رؤيته يعني متعمدة عليها وقدر هنا احط قيمة مختلفة للزاوية البعيدة خلينا دلوقتي نعمل رندر ونشوف الفرق نعمل طيب تعالوا بنا جمعا نقرب على الزاوية علشان نشوف تدليجة الانكاس ماشية ازاي زي ما احنا شايفين المكان اللي زاوية رؤيته متعمدة عليه نسبة الانكاس فيه وليلة فتحنا الباص الخاص بالرفلكشن هلقي هنا الرفلكشن منعدم تماما بعد كده بيبدأ يزيد 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 العكاس زي ما قلنا اول لرسة لان الديفييوز هنا لكن كل ما بيزيد العكاس كل ما ببيضيع معي لون الديفييوز يبقى احنا كده يا جماعي اعرفنا اي هي المابة اللي تقدر تساعدني ان انا اطبّق قعدة زي كده طيب نيج بلداله التالت واهم قعدة طيب نيجي دلوقات الثالث اهم حاجة طيب نيجي دلوقات الثالث واهم نقطة موجودة معنا في الدرس هنوقف الرندر دلوقات هنرجع مرة تانية للخيمة طيب احنا جماعة لما نيجي نتعامل مع رفليكشن سواء بالفولوف او من الخيمة نفسها من هنا او نستعمل صورة اي حاجة فهو في الاول وفي الاخر عبارة عن لون طيب واحنا عارفين او عندنا قاعدة اساسية بنقول ان احنا اي لون موجود في الدنيا هو عبارة عن الار جي بي يعني نسبة من الاحمر ونسبة من الاخضر ونسبة من الازرق اذا يا جماعة انا مثلا لو عايز اعمل محاكاة لمادة زي مادة الحديد مثلا طيب فانا لو عرفت ايه هي كمية اللون الاحمر اللي موجود في مادة الحديد وايه هي كمية اللون الازرق وايه هي كمية اللون الاخضر اللي موجودة في انعكاس الحديد وخلطت الثلاث قيم دول على بعض يبقى انا كده عارفت تماما ايه هو اللون الانعكاس الحقيقي لمادة الحديد وبالتالي لو وضعت القيم ديا في الماكس هتديني نتيجة قريبة جدا جدا من مادة الحديد اللي انا عاوز اوصلها طيب ازاي بقى نوصل لحاجة زي كده في موقع يا جماعة اسمه ريفركتيف اندكس موقع معروف الموقع ده في اه بيديني قيم لي اه الاعنكاسيات اللي موجودة في اه مواد مختلفة بالشكل اللي احنا نشوفه ده انا عندي الميتلز و بلاستيك سيكريستيلز بش عارف ايه احنا نختار مثلا الميتلز بعد كده نختار من هنا مثلا احنا عايزين مثلا نجرب خامة الحديد مثلا الايرون اول حاجة تحت هنا هلاقي الواف لينز الواف لينز ديا قيمة بتقاس بحاجة اسمها يو ام او الميكرو متر احنا عاقين الميكرو متر حاجة اه يعني الميكرو متر ده وحدة طولية يعني عندنا خلينا نشوف كده يعني احنا عندنا اول حاجة الكيلو متر مش كده بعد كده المتر بعد كده السنتيمتر بعد كده الميلي متر مش كده بعد الميلي متر حاجة اسمها اللي احنا اتكلمنا عنها دي اسمها ميكرو متر ميكرو متر او اختصارها اليو ام اللي هي الواحدة اللي احنا شايفينها قدمنا دي بعد الميكرو متر حاجة اسمها ان ام او النانو متر احنا عارفين ان المتر او الكيلو متر يسوي الف المتر يساوي 100 سنتي الملي متر يساوي 10 ملي متر الملي متر الواحد يساوي 1000 ميكرو متر الميكرو متر الواحد يساوي 1000 نانو متر هذا الكلام لا يهمنيه قوي لكن من باب العنم فقط كيف ينطلوا الوقات حتى نقومون بقيمة الويفليندiliar الشخص باللون الأحمر وقيمة الويفليندين ال quarantine مثل الويفليند cinematic وقيمة الويفليند الشخص الجسبيل الاخضار المترجم للدة عليها على الموقع وكيديا افتح أن الويفليند الخاص باللون الأحمر بين 8 quartz 2020-740 بس خد بالك ان هي هنا مكتوبة بالنانو متر اللي هي الالف منها يساوي واحد ميكرو متر طيب ما بين 620 احنا بنختار رقم وسط ما بين الاثنين يعني 620 و 740 وسط ما بينهم مثلا نقول 680 فهرجع هنا للموقع بتاعنا وهكتب هنا طبعا هكتبه هنا بعد العلامة العشرية علشان هنا بكتبه بالميكرو متر لكن هنا مكتوب بالنانو متر تمام يبقى هكتب مثلا بوينت ستة تمانية بعد كده اضغط على انتر اول العلامة ديا هنزل تحت هنا الكيرف ده بيعبر عن كمية اللون الاحمر اللي موجودة في نعكاس مادة الحديد زي ما احنا شايفين كده مطلوب من هنا ان احنا نحاول ندخل الكيرف ده للفي راي يعني هنقول مثلا هندخل هنا هنرجع مرتان الماكس هندخل الماتيريال هنفتح الفولوف هنا طبعا هنختار هنختار لون اسود هنا في الديفيوز عشان احنا خلاص في المرحلة ديا هنعتمد على اللون اللي موجود في الانكاس فقط لاغي مش هنعتمد خالص على اللون الديفيوز هنزل هنا هدخل على الفولوف هنزل تحت هنا هشغل حيسمه ليبو الكلور ماب وهشغل الار جي بي هنا قادر حط الكيرف الخاص بالاحمر والاخضر والازرق احنا الوقت شغلينا على الاحمر يعني هنرجع مرتاني للكيرف بتاعنا هنقول عند الزاوية صفر الكمية بوينت تلاتة وخمسين فهدخل هنا عند الزاوية صفر او هكتب هنا بوينت خمسة وثلاثين او ثلاثة وخمسين بعد كده هقول مثلا عند الزاوية خمسة وسبعين القيمة واحد وخمسين هحط النوط كمان هنا وهقول عند الزاوية خمسة وسبعين كانت كام كانت واحد وخمسين يعني مش مطلوب مننا نحنا نحط الكيرف نفس القيام بالظبط او يعني لكن المطلوب ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نحاكي الكيرف اللي احنا شايفينه ده يعني هنقول هنخليها سموز ببعلي كده نشد دي شوية الواره كده بشكل ده يعني تقريبا نفس الكيرف اللي موجود معنا هنا هنعمل نفس الكلام مع الاخضر ومع الازرق يعني هنكتب هنا جرين بلو هلاقي هنا قيمة الويف لينز ما احنا شايفين ما بين ربعمين خمسة وتعين ما بين خمسة وسبعين نانو متر يعني نقول مثلا خمسة وعشرين من الف يعني خلينا ندخل هنا مرة تانية هنكتب بوينت خمسة وين نضغط على انتر هلاقي هنا تحت الداني كمية اللون الاخضر عند الزاوية صفر القيمة اا بوينت واحد وخمسين يعني خلاص هنلغي من هنا اللون الاحمر هنشتاقل دلوقتي بس على اللون الازرق هنقول بوينت خمسة واحد وعند الزاوية مثلا خمسة وسبعين اا خمسين بالقيمة خمسين يعني حاجة زي كده هنعمل كمان قيمة اا الازرق ما بين ربعمية وخمسين وبين ربعمية خمسة وتسعين والمثلا اا ربعمية وسبعين مثلا فهنطلع هنا عند الويف وهنكتب بوينت سبع بوينت اربع سبع هلاقي عند القيمة صفر وشبيه برضو بالكيرف اللي عادة نتاكد ان احنا عملنا انتر عشان نغلطش تمام عند الزاوية صفر بوينت خمسين تمام وعند الزاوية خمسة وسبعين اا بوينت خمسين برضو بس الكيرف ده كأنه يعني مستقيم شوية طيب تمام يباحنا كده خلاص عملنا الكيرف الخاص باللون الاحمر واللون الاخضر واللون الازرق هنعمل مثلا قيمة الرفلكشن جود اسن صغره شويه بوينت خمسة وسبعين بعد كده خلونا نجرب نعمل رندر ونشوف النتيجة هتكون عاملة الزاوية بوينت خلونا نجرب نعمل رندر ونشوف النتجه هتكون عاملة الزاوية طيب هلاقي قدامنا نتيجة زي ما احنا شايفين يبقى احنا النهاردة كده اتكلمنا عن ثلاث قواعد مهمين لازم نكون عارفينهم واحنا بنتعامل مع الانكاسات عرفنا ان كل ما بيزيد الانكاس كل ما بيزيد تأثير الضوء على الجسم وعرفنا كمان ان كمية الانكاس بتزيد وتقلع لحسب زوية الرأي عرفنا ازاي نتحكم في مسألة زي كده وعرفنا كمان ازاي نقدر ان احنا نحصل على قيمة الارجي بي لاي خامة احنا عاوزين نوصل لها وعرفنا ازاي نستخدم القيم دي جوه طبعا اقدر ان انا اعدل كمان على الخامة اللي احنا شايفينها دي لو انا مثلا عاوز اضيف اكتر عاوز ازود كمان كمية اللون الاحمر اللي موجودة في الخامة بتاعتنا مثلا يعني لاني خلي بالك الكيرف اللي موجود هنا لو لاحظنا يا جماعة نلاقيarioن كيرف اللون أزرق وكيرف اللون احمر الكيرف الازرق دي جماعة معناها اقل قيمة ممكن يوصل لها قيمة اللون الازرق اللي احنا اخترناها اخر حاجة واللون الاحمر ده معناه اعلى قيمة ممكن يوصل لها قيمة اللون الازرق في الانكاس الخاص لمادة الحديد اللي احنا بتنسوش ان احنا بنحدد المادة احنا مشت patterns من هنا طيب تعالوا بنا بعد الوقت نشوف ازاي نقدر نتحكم في حاجة سليكت اللون الاحمر سجد كيفية الافتريك نعمل سلكت اللون الاخضر والازرق بعد كده انزل قيمة اللونين دول تحت كده شايفين زي ما احنا شايفين هنا بدأت كمية اللون الاحمر تزيد لان انا قللت قيمة الازرق وقيمة الاخضر لو انا جيت اعمل رندر مسلا تعالوا نجرب نعمل رندر لجزء صغير كده الجزء ده مسلا انا عايز دلوقتي من كل واحد فيكم انه هو يبدأ ان هو يجرب خامة معينة موجودة في دماغه ونفسه يعمل لها محكاكة جوة 3dماكس قد تكون الخطوات تقيلة شوية في الاول كتيرة لكن بعد كده بتتعود عليها بتكون الامر سهل ممكن منخدش معك دقيقة واحدة اتمنى ان الدرس يكون مفيد بالنسبة لكم انا عارف ان فيه حاجات كتيرة ما تكلمناش عنها احنا بس النهاردة تكلمنا عن ثلاث قواعد مهمين لازم تفهمهم كويس وانت بتشتعل على الانكاسات فان شاء الله هيكون فيه دروس تانية نكمل كلامنا فيها عن الانكاسات او غيرها يعني فما تنسوناش من دعمكم باللايك وشير والحاجات اللي انتم تعرفينها دي ان شاء الله درس الجاي هيكون يا اما عن نكمل كلامنا عن الانكاسات او ان احنا نكمل كلامنا عن اعدادات الرندر او ان احنا نكمل كلامنا عن الاضاءة الداخلية فعاوزين نشوف اراكم يعني نكمل في اي موضوع بالزبط وبناء على تعليقاتكم دي تحت الفيديو هيكون الدرس القادم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة